احنا قلنا ان الانسان لما يعيش على انه مدبر له يعيش وعنده تلات حاجات ممكن يخلوه في غاية الرقية بس لازم نعرف يعني ايه الانسان يتحقق ازاي بانه انسان مدبر له الانسان يحصل له لذة التدبير انه يحصل له انه هو يغسل ويرتاح البال بتدبير الله له لما يعمل تلات حاجات لما يعيش التحرير فيحصل له التنوير فتتسع حياته بالتيسير ازاي يتحرر من ديق انه لابد ان يكون كل حاجة انتر كنترول تحت سيطرته لا يتحرر من ده ثم فيحصل له ايه فيحصل له التنوير فيرى ان الله معه ويرى ان الله سبحانه وتعالى يؤسل له امره فيرى فلما يرى ده ببصيرته يرى حياته مؤسرة فيقبل لا يبقى فيه عجز ولا يبقى فيه ضيق ولا يبقى فيه حرج فيحصل ايه بقى تبدأ عشان نحققه عندنا تلات اجراءات ان انا اركز في اللي اقامني اللي فيه ويكون شعاري من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه وافعل الواجبات اللي علي ولا انشغل بسواها الامر التاني املأ قلبي بالرضى بما قسمه الله ليه لاننا لما اكون مركز فيما يعنيني ثم راضي بما اعطاه الله ليه ايه اللي حاصل اشعر بان ما اعطاه الله ليه ده فتح وبركة ونور ويسر ومجمال وساعتها لا امد عينيه الى ما في يد الناس فارتاح من مسألة الوجع والفوت والاستشعر بان اللي عندي ده تواسع وجميل والله سبحانه وتعالى ما منع عني شيء بكده استطيع ان انا اقول انا عبد ممدود مكرم الله سبحانه وتعالى سندني ومعايا ودعمني واعطاني ما لا يخطر على بالي عندما دبر لي احوالي لانني لا استطيع ان ارى العوالم التي تحد به ولكن الذي يدبر لي هو الله فيدبر لي في كل هذه العوالم وانا اسير في طريقي ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فيكلفني بما اطيق اما ما لا اطيق فقد دبره الله لي لما يفهم ده يحصل له كل هذا الجمال ويبقى عبد منور بانوار القرآن الكريم